موسيقى شوكة الموت أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورونتوس إصحاح 15 رسالة الأولى الموت شيء محتم على الإنسان من لحظة خطية آدم وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت فمن تلك اللحظة دخل الموت من خلال آدم واجداز إلى جميع الناس كما عبر عنها الرسول بولس من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع مكتوب أيضا وكما وضع للناس أن يموت مرة ثم بعد ذلك الدينونة منذ ذلك اليوم وملك الأهوال يحصد النفوس وغصت الموت ذاقها كل إنسان هذا الموت الذي أرعب الكثيرين والذي يخافه أقوى الرجال لكن جاء الحل من خلال المسيح مكتوب من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركه أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية إن قيامة المسيح أعطتنا الرجاء المبارك إذ لم يعد للمؤمن موتا بل انتقالا أو رقادا لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرض فلانا في السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي وهل رسول بولوس يتكلم عن القيامة الأخيرة هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فأنه سيبوى فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير نسمع دائما هذه الأنشودة ابتلع الموت إلى غلبة وعندما تتغير أجسادنا إلى أجساد ممجدة لملاقات الرب نرنم هذه الترنيمة أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية ننهض إلى الحياة والخلود والمجد الأبدي لنرى صخر الدهور يسوع له المجد كما قال إشعياء النبي يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم عندها نهزأ بالموت إذ فقد شوكته وصولته كما نهزأ بالهاوية لأنها خسرت المعركة أن تبقينا في قبضة سلطانها لم يعد أي تأثير من لسعة الموت لأن خطيانا غفرت ولدينونا الآن على الذين هم في المسيح ونحن مقبولين ومرضيين أمام الله وكاملين من خلال عمل يسوع الكفاري إن شوكة الموت هي الخطيئة لأن أجرة الخطيئة هي موت وقوة الخطيئة هي النموس لأن النموس يظهر خطيئة الإنسان بل عجزه ويلفظ حكم الدينونة لأننا لا نستطيع أن نطيع وصايا الله كاملة الخطيئة تستدعي الدينونة والنموس يلفظها لأن من حافظ كل النموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل الشوكة هي مثل إبرة العقرب أو نصل الرمح أو المنخاس هي الشوكة التي تسبب الموت لكن المسيح جرد الموت من شوكته وصار لنا الغلبة على الموت والقبر في نبوة هوشع مكتوب من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية في رسالة غلاطيا الإصحاح الثالث مكتوب لأن جميع الذين هم من أعمال النموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب النموس ليعمل به ولكن أن ليس أحد يتبرر بالنموس عند الله فظاهر لأن البار بالإيمان يحيا ولكن النموس ليس من الإيمان بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها المسيح افتدانا من لعنة النموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة فالنموس أظهر عجزنا وأننا خطاء هالكون لكنه من ناحية أخرى وجهنا إلى المخلص الكامل يسوع لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فباذا نقول هل النموس خطية؟ حاشة بل لم أعرف الخطية إلا بالنموس فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل النموس لا تشتهي فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشة بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية مكتوب لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح فإذن الشوكة هي الخطية التي فضحها النموس لقد هزم المسيح الشيطان هزيمة صاحقة عندما قام المسيح من الأموات إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ضافرا بهم فيه في لحظة القيامة كما يقول الوحي هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف التعين ومكتوب أيضا آخر عدو يبطل هو الموت عندما جاء المسيح تتغير أجساد المؤمنين الأحياء على الأرض دون الموت الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء إنه سر أعلن لبولوس فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين أما المسيحيون الأموات فسيقامون ويعطون أجساد جديدة نورانية في لحظة في طرف عين عند البوق الأخير فإنه سيبوى فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا كما ترى ابتلع الموت أي البطلان النهائي للموت لأنه حاليا ما زال يعمل ويحتفظ بشوكته أي الخطية التي تجعل الموت قادر على القتل فالغلب على الموت هي الغفران الانتصار على الموت شوكة الموت مثل السم المميت لأنه سواء عليهم الصباح وظل الموت لأنهم يعلمون أهوال ظل الموت أكرر الآية ثانية في عبرانيين إصحاح 2 فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركه أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية بمجيء المسيح وموته وقيامته جرد الموت من قدرته وأبطل فاعليته وأعطانا الرجاء المبارك والتحرير الكامل من سلطان الموت من غصة الموت من صرخة الموت نعم ومن شوكة الموت هللويا مجدا لسمه اشتركوا في القناة